اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأخي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأخي فخامة الرئيس عبدالرهنبو منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة وأخي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفخامة الرئيس نور سلطان نزار بييف رئيس جمهورية كازخستان الصديقة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن رشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجرى خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعي للمولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة بالخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفع